دكتور محمود المتيني عميد طب عين شمس أظن مستشفى عين شمس لديها بعض الجرحة يا دكتور السلام خير السيدة الميس وطبعا بن عزي الشعب المصري في هذا الحادث والشهداء مصر اليوم النهاردة كان يوم عصيبة على الكمية وحفظ الله مصر بالنسبة للصبح طبعا مستشفى الدمرداج جاء لها أكبر عدد من المصابين والشهداء فهو وصلها حوالي خمستاشر بالزبط يعني مش حوالي خمستاشر متوفي بعد الحادثة على طول ودخل حوالي خمسة وتلاتين حالة مصابة ستة منهم احتاجوا جراحة عاجلة واحد توفى في الحال وخمسة الحمد لله حادثهم أحسن كتير بعد الجراحة ودخلوا رعاية المركزة و28 حالة إصابات متوسطة وبسيطة خدوا علاجاتهم وما زال فيهم بعض ياخد العلاق ويعني ان شاء الله هيغدروا وفي حالة محتاجة طبعا جراحة تجميلا فيه إصابة في أدوك يعني جمدة شوي هل المستشفيات مجهزة لأنه كثير من هذه الإصابات طبعا إصابات من جراء التفجير المستشفيات يا فندي من شمس مجهزة لأي حاجة للمستشفى الجامعة مجهزة لكل الكوارث ولأكبر الجراحات وعلى كل أساتذة أنا عايزة أشكر كل أساتذة الجراحة والتخدير وبعاية المركزة وطارة المستشفيات أقل من نص ساعة بعد الحادث كانوا كله متواجد السادة الرئيس الكامعة نفسه كانوا متواجد ويعني ما فيش حاجة نقصها وسمعت على سوية مسيجات والتواصل الاجتماعي إن دم ناقص وإلحقونا بالدم وفي نواقص ليس هناك مش عارف بيجبوا الكلام دمين الدم ما كانت شناعة كان فيه 200 كيس دم بعد الحدثة بساعة و200 كيس بلازمة و40 متبرع الموجودين وحتى السادة المدير خدمات طبية العسكرية مشكورا كالعادة كلمنا علشان يقدم أي دعم احنا نقطوه أو أي نواقص شقرته طبعا على الدعم الدائم والمتعاون بنا موجود على طول ولكن ما عندناش نقصة والأدوية ولا خيوط الراحية والكلام اللي هو متداول ده غريب فالمستشفيات فيها كل حاجة دم موجود كل المستهلكات كل الأدوية كل مناحتات نعم بشكرك دكتور محمود المتيني عميد طبعين شكرا